شارك سعادة السيد غانب بن فضل البعينين وزير الدولة للشؤون الخارجية اليوم في الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة لبحث تطورات المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية ويأتي عقد هذا الاجتماع استجابة لطلب من فخامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس وبدعوة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وذلك للنظر في المستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية ومسار المفاوضات الحالية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وفي هذا الصدد قال سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية إن مملكة البحرين وتنفيذا لتوجيهات كريمة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه تدعم بشكل كبير الالتزام بمبادرة السلام العربية مؤكدا أن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يكون مبنيا على أساس حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 ميلادية مع تبادل محدود للأراضي بنفس القيمة والمساحة وأضاف سعادته أن نتائج المباحثات التي عقدت مؤخرا بين فخامة الرئيس الفلسطيني ووزير خارجية الولايات المتحدة هي محل اهتمام وتقدير لما يبذله الطرفان من جهود تتعلق بالالتزام والمضي قدما نحو تحقيق سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط